السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن حال وفي صيحة جيدة اليوم بغيت نحضر معكم واحدة الطريقة ديال الصوص الشوكولة ديالشكلة اللي تيجي سهل بطريقة جيدة بصيقة سابق لي نزلت طريقة اخرى ديال الصوص بطريقة مختلفة هادي طريقة اخرى تشكركم كاملين شكرا لجميع المشاركين المتتبعين في القناة تشكلكم على التعليق تمتل كليا تشكركم ملا للمتابعة ديالكم ليا شكرا لكم جميعا unfold 19 th نصح الlesia على اليه اللست طوح ورابينا في المتابعة القديم فضلا ليس اوما امر naviot وشكرا لكم من اتقلوا للمكونات اللي نحتاج السوس الشوكولة يحتاج فيها قطاع الشوكولة التي لديك 3 معلقة كبيرة أو محلوك هنا معلقة كبيرة زبنة سلالوب سنيدة هناك سمدات وش كامل الحليب نضيف نسلي قشطة الكريم بطعم العسل الحليب التازج نضيف كبيرة يجب أن نضيف زيت يجب أن نضيف الزيت هذه هي الوصول يجب أن نضيف هذا الشوكولة يجب أن تزيل الحلويات ويجب أن تصلح فيما يجب أن تصلح لجميع الحلويات سنضيف الحليب في الكسرولة بسم الله نبدأ على بركة الله سنضيف سنضيف السكر السنينة سنضيف على النار سنضيف سنضيف حليب حليب سنضيف على النار بعد الماء نضيف قطعة شكلاب ونضيف سنضيف الزبدة سنضيف الزبدة بعد الماء نضيف الزبدة بعد الماء الزبدة سنضيف الخلق في الخلق الكهربائي سنضيف نضيف الكهرباء ثم سنضيف الزبدة السكر سنضيف اضفت الزيت اللي يبقات اضفت الزيت اللي يبقات الصوص ديالنا حالا قرب يجهز انا رمضته باش ما يغامق قدرته على اللون ديال بحل الكريم كراميل يعني ما تيجيش غامق بزاف واللي تيبغيه باش يجيش غامق يدير ديال الشوكولات غير سادة او اللي يدير الكاكا ومور باش يعكله نغامق بزاف فاش نحطوه في النهايات سدياله غنوريكم كيف جاء او كان هذا هو الصوص ديالنا بعد ما قدرت فيه ديال الحليب كان هذا هو شكل دياله مازا غدي خليحتي بارد وهذا وشك النهائي تيجي طعم دياله ورائع مادا تيجي جميع الحلويات وتيجي سهل تحضير اللي مبغيش يدير كحنوف المولين يكسمي تحنوش اللي بغير يخليه غير عادي في الببطة كان هذا هو القتلح ديالنا اللي هو الصوص ديال الشوكولات اللي تيجي نسب مع جميع الطرطات والحلويات كان هذا وقت رحنا ديال اليوم تنتم هذا الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم شكرا لكم كاملين متنسوش تعموني بلايك وشيراك وضغط على زيال الجرس فضلا وليس أمرا مش يصلوا بجديد وصفتي لي هي جد سهلة وبسيطة وفي المتناول انا حلا تسزلت لان انا غاد ندير مع واحد طرطة صوبتها صوبت جنواز ووجت كل شي ديالها صورته هو ببوح ديته متمنين الاعجابكم شكرا لكم الى اللقاء دمتم في رعاية الله وحفظي الى اللقاء في فيديو ان شاء الله دمتم ساليمين